يغيب الأكشن هذه الأيام عن ملف رياض سليمي، فهل هو هدوء ما قبل العاصفة؟ إشارة الأحضار التي صدرتها القاضية غادعون بحقه كشاهد لا تزال قائمة ومفتوحة بانتظار التنفيذ ومصادر في جهاز أمن الدولة تؤكد للأو تي في أنه عندما تنضج ظروف نجاح هذه المهمة ستنفذ حكماً علماً أن الاستنابة المفتوحة موجهة هذه المرة لأكثر من جهاز أمني وفيما تستبعد مصادر معنية للأو تي في أن تدعي القاضي يعون على سلامة في هذه المرحلة خصوصاً أن الإدعاء يمكن أن يميع عبر دفوع شكلية وطلبات رد وغيرها تتوقع أن يتم الإدعاء على حاكم المركزي الثلاثاء من قبل مدعم التمييز القاضي غسان عوي ديت وذلك على خلفية قضية أخرى وهي مرتبطة بملف شركة فوري التي يشتبه أنه وشقيقه رجس تخدماها كغطاء لعمل احتيالي سمح لهما باختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان قضائياً أيضاً تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو جلسة الاستماع التي حددها القاضي الأولى منصور لمدير عمق والأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على خلفية دعوة القاضية عن ضده لجهة منع تنفيذ مذكرة أحضار سليمي الثلاثاء الماضي وهنا تتوقع مصادر مطلعة أن لا يحضر عثمان هذه الجلسة وأن يقدم دفوعاً شكلية كفيلة بتنييم هذه القضية أيضاً هذا في القضاء أما في السياسة فأي إقالة أو تغيير للحاكم يتطلب توافقاً سياسياً يترجم من خلال ثلثي مجلس الوزراء مواقف الأفريقاء كلها باستثناء التيار الوطني الحر ليست في هذا الاتجاه عدا عن تعذر إيجاد البديل حتى الآن وفي مسارة معلومات في الساعة الماضية تفيد بإجراء اتفاق بين الرئيس عون ورئيس الحكومة ناجيب ميقاتي يقضي بتجميد أي تحرك باتجاه رياض سليمي بانتظار الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نفض مصادر مطلعة هذا الأمر وقالت للأو تيفي الرئيس لا يفاوض على القضاء أصلاً أما حجة انتظار انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد فهي إثبات إضافي على أن هذا الملف يتطلب حاكماً يحوز الثقة وليس حاكماً ترهقه المحاكمات القضائية